إزيكوا حبيبي عمين إيه وحشتوني جداً والنهار ده حنستعرض مع بعض ملخص أحداث حلال 24 من مساسة الولاد بديعة الحلقة بتبدأ بهذه اللي كانت نايمة في الشنطة بتاعة العربية أبو بوراق كان خطفها علشان خاطر كانت وقدة قرض وعليها فلوس كتير رمالها شنطتها وقال لها روحي دلوقتي والعربية معانا لحد ما سديدي الفلوس بينما مختار بيبدأ إن هو يعمل إعلانات للمطاعم وعلشان يعمل مشاهدات وفيديوز كتير وبيكون إنه بيصوره جمعة هذه البعض جدا مش حارفة تعمل إيه وكلمة مختار مختار راح علشان يتكلم معاها وحكيت له على كل حاجة وعلى إن هي مديونة بفلوس كتير جداً لأبو بوراق علشان كده قال إنه واحد صرف في الموضوع وإنها المفروض كان يتكلمته من زمان ياسين قاعد في المكتب بتاعه الجديد بتاع الإنتاج الفني وبيجي له سيناريو مسلسل وبيفضل إنه يتكلم مع الراجل اللي جاب له السيناريو ده وبيتناقش في موضوع الشغل سكر بتخرج من السجن وبتروح تقابل جوز صحبتها اللي كانت معاه في السجن اللي حاولت تشنق نفسها وقارت له إن مراته المفروض إن هي مظلومة قال لها أنا طلقتها خلاص والبنت شهدت ضدها وأنا مش بسدق قارت له إن البنت فعلاً كتبت وإن مراتك مظلومة مش عليها أي حاجة لكنه ما سدقش مختار بيأخذ هاديل وبيروح وبيدفع الفلوس لأبو بوراق وبيأخذ الأوراق وبيحرقها وبيخلي أبو بوراق يوطي قدام هاديل ويستسمحها كمان ويقولها أنا آسف جداً على كل اللي حصل ويديها مفتاح العربية بعد ما غسالها ووضبها لكن طبعاً الكلام ده كله مختار كان متفق أصلاً مع أبو بوراق إنه يعمل ده مختار اتفق معاه إنه هو يعمل الشويتين دول قدام هاديل علشان يبقى المختار قدام هاديل إنه هو راجل واجب لها حقها رغم إنه كله بالاتفاق وكله كمان بالفلوس هذه الروحة تعدى البيت وفضل التبكي ياسين قاعد بيتناقش في السيناريو بتاع المسلسل ومش بيعجبه أبداً للسيناريو ده لكن عايز برضو سيناريو يكون كويس علشان خطر يشد الناس بينما بعد كده بنشوف إن نظم بيجي وبيتكلم مع زوجته في موضوع إيد المفروض إنه هو يشتريها ويركبها لإيده وبتبدأ يعني كل حاجة تكون تمام والأمور طبيعية فرحة جداً قاعدت له لازم تروح دلوقتي تشوف سعرها كام وإن شاء الله نجيبها وتكون طبيعي قالص وحالتك النفسية كمان تتحسن ياسين بيتكلم مع البطلة الجديدة وشكلها كده عجباء الوفا دخل وبيتكلم مع ياسين وجايب له وراجل المفروض إنه وجايب له سيناريو لكن لما الموضوع دخل في السياسة طرده برا لإنه كان خايف يكون حد بعته يعني سكر بتخرج من السجن وبتروح على طول على ياسين بيفرح بها جداً وبيكلمها على موضوع شهين وخصامهم هما الاتنين ما كانتش تطرف الموضوع وقالت إن هي أكيد حتتدخل بعد كده كلمته في واحدة اسمها صحر اللولو واحدة المفروض إن هي معروفة علشان خاطر هي اللي سجنت البنت المظلومة اللي في السجن عايزة توصلها يعني قال لها أيوة طبعاً أعرفها ودي واحدة مادية جداً مش بتعمل حاجة غالي ما تاخد فلوس حتى لو نولت لأمها كوباية ميا كانت عايزة توصلها علشان تخليها تروح وتعترف واتطلع البنت من السجن نظمي بيروح لظهوره وبيقول إن مطلوب ستين ألف علشان خاطر بس يجيب الإيد دي غالية جداً ومش مع فلوس فقال لها إنسي قالت له لا مش حنساء أنا لازم أشوف حل ولازم أبيع كمان المحلة علشان خاطر نقدر نجيب لك الفلوس دي وأصرت على كده رغم إن نظمي قال لها لا سكر بعد ما عرفت كل حاجة عن البنت قررت إن هي تروح علشان خاطر تتكلم معها لكن في البداية حابت تعرف فين البنت دي عشان كده رحت لمروة قالت أكد مروة طبعاً تعرف الأشكال دي رحت ادت لها فلوس وقالت لها إن الفلوس دي من ياسين وقالت إن هي عايزة تعرف معلومات عن البنت سحر اللولو دي قالت لها معلومات عنها وعن المكان اللي بتقعد فيه زهور رحت اتكلمت مع أخوها بخصوص الموضوع بتاع نظمي وإن هي عايزة تبيع المحلة علشان خاطر يعني نظمي يعمل الإيد دي وجمعة ما كانش موافق الأول لكن بتوافق أم جمعة وقالت إن هي حتعمل كل حاجة عشان خاطر بانتهاء أم جمعة بتكلم ظهور في موضوع الخلفة وإن هي عايزة تشوف حفيد لكن قالت لها ظهور إن نظمي مش عايز موضوع الأولاد دلوقتي خالص قالت لها لازم تجيبوا طفل الناس أكلت وشي حيقولوا يا إما أنتو الاتنين عايشين مع بعض كده زي الإخوات يا إما أنك فيك يعيب يعني حد فيكو مش بيخلف شاهين مبسوط جدا وحاطت اليفطة بتاع الدكتور شاهين بيجي بعد كده أبو يوسف وبتكلم معه بخصوص موضوع الفرح قال له شاهين إن غالية مش عايزة فرح عايزة الفلوس اللي إحنا هنتفع عاديين تبرع بيها الناس طبعا مش لقيها تاكلت الوادي وإحنا نعمل فرح كبير وصوروا فيديوهات والناس هتتفرج علينا وعلى إيدا كلهم قال له أنت موافق على كده قال له أيوة سكر بتروح علشان خاطر تقابل صحر ونداهت لها وكيدت قاعدة مع أمامتها وقالت لها أن هي لازم تروح تنصف البنت اللي في السجن وأن هي لازم تشوف لها حل فعلا قالت لها أن هي ما عنداش ضمير ونقيمت ضمرها وأن هي بتصرف على أمها عندها سرطان ومش هتروح وتعترف على حد مش توسابتها يا صناعة بيتكلم مع الوافق وبيتكلم بعد كده مع أبو شوال أبو شوال قال له لازم تعدي علي بكرة داروي وحنشوفه الفجأة القوية بينما سكر بتروح للبنت الصغيرة بنت البنت اللي في السجن وبتقول لها عايزة تشوفي ماما تعالي أورديك الماما أخديتها فعلا لأمها اللي في السجن وكانت فرحانة جدا بيها وقالت لها سكر لقيت حل قالت لها لأ لسه الموضوع حياخد وقت إن شاء الله خير يعني وإن شاء الله كله حيكون تمام شاهين بيتعاقد مع الصفقة الجديدة بس بيقول أنه عايز يكتب كلمة دكتور شاهين قبل اسمه بعد كده بدري بتكلم مع هديل وبيقول لها إن شاهين غضر بي وإنه قاله لازم يطلع من عندها ويجي يشتغل مع أبو يوسف وأبو يوسف ما زودوش ويضحكوا عليه ومحدش دولتي مشغاله قال لا ممكن تشغلين عندك هديل طبعا تصدمت لما عرفت إن شاهين هو اللي أخدوه من عندها بينما منلاقي بعد كده بيتم خطف ياسين علشان يروح لأبو شوال لكن مفاجئته قوية جدا بتشتغل غنيت فاحة ريحة البرود ومنشوف قدامنا أبو الهول عايش يا طرى عارف إن ياسين هو اللي كان عايز يقتله أكيد جايبه عرشان خاطر ينتقم منه كانت صدمت ياسين قوية جدا لما شافه أبو الهول قدامه لسه عايش يا طرى إيه رد فعل السكر مفاجئات قوية جدا وبكده حال 24 بتكون خلصت وأتمنى الفيديو كنا لإعجابكم وتشتركوا في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس وأشوفكم على خير باي باي